اشتركوا في القناة وقع التواصل الاجتماعي الحلقة تنطلق لكن بعد الفاصل حياكم الله نشرع في عالم الصحف والبداية سوف تكون من صحيفة الصباح وهم جاء في ملحقها الاول لهذا اليوم منتخب شبابي يواجه لبنان عربيا لتصحيح المسار هذا اهم ما جاء في صحيفة الصباح في ملحقها الاول نذهب الى الملحق الاخر حيث عنوانت لهذا اليوم نيون عرب ينصحون التطبيعية بالتعقد مع مدرب اجدبي وتحديد موعد دوري الدرجة الاولى لكرة الطائرة والزوراء يلتقي نيفط الوسط في قمة مواجهات الجولة الثالثة وثلاثين ومشاركة واسعة في مهرجان المستنصرية الاول هذا ابرز ما جاء في صحيفة الصباح في ملحقها الاول بعدها نذهب الى الملحق الاخر واهم ما عنولت لهذا اليوم ابرزها تمسك الفنية بكتنشت دعاية شركة بروس تقطاب المدرب الفني ثلاثة احداث مهمة طفت على سطح المشهد الكروي ميسيا والاستمرار مع برشلونة وامم اوروبا وكوبا امريكا متنفس جديد لهموم العراقيين هذا اهم ما جاء في صحيفة الصباح من الصباح نذهب الى صحيفة اخرى واهم ما جاء في ملحقها الرياضي لهذا اليوم وهي صحيفة المدى حيث عنونت لهذا اليوم ابراهيم البهاد ليعد بحقبة مزدارة لرياضة تاكواندو وسط وزارة الرياضة على ملف اموال الاتحاد مرفوضة الزوراء يلتقي نفط الوسط بطموح فاك شراكة الشرطة ومنتخبنا شبابي يعتزم صالحة جمهوره امام لبنان وطائرة دوري الاولى باربعة مناطق السليمانية تحضر الناشئين هذا ابرز ما جاء في صحيفة المدى من عنوير رياضية صادرة لهذا اليوم بعدها ننتقل الى الدستور ونقرأ اهم ما جاء فيها لهذا اليوم حيث عنونت منتخب الشباب يواجه لبنان بطموح الفوز عماد محمد نسعى للفوز ووالي سنلعب بطريقة هجومية الجوية والكرخ بمواجهة قوية واقامة المؤتمر الفني لمسابقة البراعم وتغيير موعد مباراة نفط الوسط والكهرباء واغلاق باب الانتخابات للاتحادات الفرعية ووطني الرماية يشارك ببطولة سربيا والاوساط الرياضية تعزي برحيل المرحومين هادي وراضي والتطبيعية تقيم دورة تسجيل اللاعبين الالكترونية لاندية المنتهز وعبا سعطية ادعم منتخب الشباب هذا ابرز ما جاء في الدستور من عنوير رياضية لهذا اليوم نذهب الى صحيفة اخرى ونقرأها ما جاء في ملحقها الرياضي وهي الملحق الاخر ايضا لصحيفة الدستور في بطولة كأس العرب منتخبنا شباب يلاعب نظيره اللبناني بشعار الفوز كربلاء تحتضن دور كرة الصلاة والتطبيعية تبحث عن مساعدين للمدرب سكوب ولوساط الرياضية تستذكر الراحلين احمد راضي وعلي هادي اغلاق باب الترشيح لانتخابات الاتحادات الفرعية ايقامة المؤتمر الفني للمهرجان السنوي لمسابقة البراعم وعبيس بطولة الجمهورية للفئات العمرية فرصة لاكتشاف المواهب الشهيد اركان بطل ديالة ببناء الاجسام وطني الرماية يشارك بطولة سربيا وصلاة العندليب تخطف لقب الدوري هذا ابرز ما جاء في صحيفة الدستور لهذا اليوم نذهب الى صحيفة اخرى وايضا هي صحيفة الرياضي واهم ما جاءت لهذا اليوم ايضا في ملحق الدستور الاخر الازرق الكويتي يسعى لاغصاء الاحمر البحراني ودنبلي يخضع للجراحة ورما يقدم عرضا لراموس هذا ابرز ما جاء في صحيفة الدستور لهذا اليوم من عنوين رياضية واخبار رياضية لهذا اليوم بعدها نذهب الى الحقيقة الرياضي ابرز ما جاء فيها لهذا اليوم اليوم انتخبنا الشبابي يلاقي شقيقه اللبناني في بطولة كاس العرب بكرة القدم والمسابقات تغير مععد مباراة نفط ميسان امام الكهرباء تحضيرا للبطولة العربية منتخب الناشئين يعسكر في السليمانية والموسم المقبل التطبيعية تطبق نظاما الكترونيا عالميا لتسجيل اللاعبين بشكل اجباري هذا ابرز ما عنوانت به الحقيقة الرياضي نذهب الى الحقيقة وايضا في ملحقها الاخر مدرب سلة الاتحاد يغضب سمعة ويداعب هودج وحقيقة موافقة ميسي على تجديد برشلونة وميار شريف تتقدم في تصفيات وينبلدون هذا ابرز ما جاء في صحيفة الحقيقة الرياضي اذا حبت المشاهدين هذه كانت العناوين الصحفية الصادرة لهذا اليوم بعدها ننتقل الى المقالات وابرز ما كتب فيها لكن بعد الفاصلة هياكم الله من جديد الى عالم المقالات والبداية سوف تكون من صحيفة الصباح والمقالة الذي كتب تحت عنوان تصحيح المسار للكاتب علي حنون وتحدث فيه عن رحلة منتخبنا الوطني ومباراته الاخيرة امام ايران وايضا تسمية وايقالة المدرب كاتنيت وكل هذه الامور التي تخص منتخبنا الوطني في المرحلة المقبلة الان وبعد ان وضع التطلعات القائبين على منتخبنا الوطني ومعهم المعنيون والنقاد والجماهير بصدد بلوغ شاطئ المرحلة الحاسمة من التصفيات القارية المزدوجة اوزارها بنجاح مغلف بحلقات الخشية فاننا نجد من الضرورة الملحة شروعة بخطوات الاعداد للاستحقاق القادم وهو الاهم عبر التمهيد لانطلاقة جديدة تستند حتما على الافادة من افرازات رحلة التصفيات الفئتة بكل ارهاصاتها والاحتكام اولا الى القرار الفيصل في بقاء كاتننج او اختيار البديل ومن ثم الوقوف بتمعن وقراءة فنية لرحلة الاسود الاخيرة والتعاطي معها لنتعلم منها كيفية تجاوز الاخطاء والعمل على تصحيح مسار الكرة الوطنية ولعل من الانصاف القول ان احدا من النقاط لم يعتمد خلال المشوار الماضي ان يختزل جهدا او ان يسير في سبيل يؤثر سلبا في حضور كرتنا في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 في كأس ازيا لان الجميع يستقل ذات العجلة التي تحمل امنيات كسب منتخبات الوطني احدى بطاقات المرور باتجاه سواحل قطر ولان صورة الاداء لم تظهر بابهى الوانها لذلك لجأ من لجأ من المتابعين والمختصين لتوجه سهام اللومي بقصد لفت انتباه القائمين على منتخبنا الى الاخطاء بعدما بلغت مدماديات السوء مرحلة شكلت سلاحا حقيقيا يتهدد طموحات جماهيرنا وهو امر دفع صحافتنا الرياضية الى الجهر برصدها وبموضوعية ومهنية للاسباب التي وجدتها حاجزا امام مسيرة منتخبنا الوطني ولاننا ندرك ان مسؤولية نجاح فريقنا تعاضدية واتقعوا اللعباء على عاتق الجميع فان كل الاطراف المعنية بقيادة ومساندة اللعبة تتحمل ولو بتباين فاصلة فيها ونؤمن كذلك ان حجم المهمة في مرحلة القادمة ستأخذ ابعادها مع تطبيعية اتحاد الكرة في ظل المطالبات المستمرة بضرورة اجراء تغييرات والركون الى معالجات مهمة ومطلوبة جدا لطالما كان حجم الالتزامات الادارية والفنية المترتبة على تطبيعية اكبر على اعتبار انها تمثل ورأس الروحة في هرم المسؤولية القيادية التي تعنى باللعبة نذهب الى المدى حيث كتب عمار ساطع مقالا تحت عنوان معالي الكلمة برود في زمن الغليان وتحدث فيه ايضا عن مسألة مدرب منتخبنا الوطني كتنج حول الابقاء وحول الاستقالة وهذا الامر مرهون بالدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة العراقية الى الكابتن عدنان درجال من اجل صرف الاموال التعاقد مع مدرب اجنبي ليس ممكن ان تحدث كل هذه الضوضاء من قيل وقال بخصوص استمرار المدرب السلوفيني كاتنج من عدمه في عمله مع منتخبنا الوطني والهيئة التطبيعية تكتفي بتصريحات لن تنهي الجدل بشكل واضح مع كل هذا الكم الهائل الذي يكتب او يؤكد حول موضوع المدرب وحينما نقول ليس ممكنا فاننا نقصد هنا تحديدا رفضنا ان يترك الحبل على الغارب نريد ان نبدأ بتحديد الاهداف المرتقبة مع قرب حلول موعد قرعة تصفيات القارة الاسوية الحاسمة المؤهلة الى كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين والتي ستجرى في الاول من الشهر المقبل وفي رأينا ان قضية استمرار المدرب السلوفيني من عدمه ستكون مرهونة بقضيتين مهمتين على ما يبدو الاولى بما تمدحه الحكومة العراقية من ضوء اخضر او من ضوء اخضر الى وزير الشباب والرياض الكابتن عدن درجال ومن ثم الى الهيئة التطبيعية بخصوص توفير الاموال اللازمة لجلب مدرب دو كفاءة افضل يوازي مستواه وحجم التصفيات اللاحقة التي تضم اقوياء القارة اما القضية الثانية فهي الترقب الذي سينصب على نتائج القرعة وتقييم منتخبات المجموعة التي يلعب فيها منتخبنا الوطني مبارياته بانتظار الاشارات التي يفترض ان تنهي الجدل والانتظار عبر تقييم ورقة العمل ورسم خارطة بلوغ مونديا لقطر من خلال المؤشرات التي توضع في اجندة الاعداد الامثل دخولا بمعسكرات تدريبية عالية المستوى وخوض مواجهات تجريبية مفيدة قبل الشروع في المعترك الرسمي في الثاني من ايلول القادم ولان شيء بالشيء يذكر فان الفترة التي تلت تأهل منتخبنا الوطني الى المرحلة اللاحقة برغم الخسارة امام ايران بهدف في اخر ايام تصفيات المرحلة الثانية فان رحلة البحث والتقصي لتغيير مدرب كاتنيتش واجاد بديل مناسب يفوق سابقه من حيث الكفاءة والامكانيات الفنية حياكم الله من جديد الى عالم السوشيال ميديا والبداية سوف تكون من منتخبنا الشبابي وجاهزية هذا المنتخب لمباراته المرتقبة امام المنتخب اللبناني وتعويض الخسارة التي تعرض لها امام جزر القمر لنرى ونشاهد استعداد منتخبنا الشبابي لهذه المبارات المهمة والمرتقبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السوشيال ميديا والبداية سوف تكون من الحساب الرسمي لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال حيث جاء فيها وجهنا دعوة رسمية للفنان العراقي الكبير كضم السهر من اجل المشاركة في حفل اتتاحي او ختام بطولة خلج 25 التي تضيفها محافظة البصر النهاية العام الحالي وجاءت دعوتنا بناء على استقبالنا لوافد رابطة عشاق القيصر كضم السهر بمقرية الوزارة الاسبوع الماضي اذ تم خلالها مناقشة حضور السهر للحفل واكدنا ان السهر يمثل وحد احمدية الفن العراقي والعربي الاصيل وسمعته العالمية تسبقه وبالتالي فان تواجده بطولة الخليج مطلب مهم كونه رمز وطنيا نفتخر به لسيما وان موافقة الوطنية النبيلة تؤكد بانه سيكون اول المساهمين بانجاح حفل اتتاح او ختام خليج البصرة هذا ابرز ما جاء في حساب وزير الشباب الرياضة عدنان درجال نذهب الى حساب داخر وهو حساب شبكة الكرة العراقية وجاء فيها مهدي كريم قررت الهيئة التطبيعية تسميتي مشرفا للمنتخب الولمبي جليس صالح مديرا اداريا وامني امني النفس ان اكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقي كل الموافقية للكبتن مهدي كريم في هذه الرحلة المقبلة نذهب الى حساب اخر وهو حساب صدى الكرة العراقية واخر اخبار التش مدربة طريق الشرطة المدرب الصلبي لم يتواجد في تدريب امس بعد ان قاد هاشم رضى التدريبات وعلى الاكثر فان التش لن يستمر وسيتم وقالته عصر اليوم بعد الاجتماع القادم للادارة ادارة الشرطة وضعت اسم قحطان جثير بدين لاكمال ما تبقى من مبارياته وعلى ضوء نتائجه سيتحدث مصيره للموسم القادم خصوصا وان ادارة الاخضار قد فتحت اتصالات مع المدرب يومديش ولتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد هذا ابرز ما جاء في حساب صدى الكرة العراقية نذهب الى حساب اخر ونقرأ هم ما جاء فيه وهو حساب شبكة فيفا سبورت وادارة الشرطة قررت قبل ايام في اجتماع لها من اجل وضع خارطة طريق للموسم المقبل بعد اللاعب محمد قاسم عن صفوف الفريق وعدم تجديد عقده وربما ان الامور السلبية الكثيرة التي تحدث في فريق الشرطة هذه الفترة رافقتها بعد التعادل الذي جاء امام النفط نثاب الى حساب اخر وهو حساب معرض الكرة العراقية والذي جاء فيه لهذا اليوم نادي الناصرية يقف تدريباته بعد تفشي فيروس كورونا بين صفوفه دارة النادي طلبت من الهيات التطبيعية تأجيل مبارياته بعد اصابته لستة لعابين ومدرب الحراس بفيروس كورونا كل الشفاء والسلامة للاعب الناصرية ونذهب الى الحساب الاخير وهو موقع المحترفين والذي جاء فيه اصغر لاعب في الدوري السويدي الممتاز العراقي منتظر ماجد ستة عشر عاما عاد لتشكيلة الاساسية لنادي فاربك بعد تعافيه من الاصابة بمباراة فاز فريقه على الفيسبورغ تخطيرا لمسابقات الدوري الممتاز هذا ابرز ما جاء في موقع المحترفين والسوشال ميديا بعدها نذهب الى الصحف العربية والبداية سوف تكون من صحيفة الرياضي السعودية وجاء فيه فيفا يمنع الاهل من التسجيل هذا ابرز ما عنونت به صحيفة الرياضي السعودية لهذا اليوم نغلق هذه الصحيفة ونذهب الى صحيفة اخرى وهي الوطن القطرية حيث عنونت لهذا اليوم اسباير تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة عشر والدوحة تواصل استقبال المنتخبات العربية وويس داود مهمتنا ليس سهلة نواجه جيبوتي بدون ضغوط هذا ابرز ما جاء في صحيفة الوطن القطرية الصادرة لهذا اليوم في ملحقها الرياضي نذهب الى صحيفة اخرى واهم ما جاء في ملحقها الرياضي لهذا اليوم وهي صحيفة الاتحاد الاماراتية حيث عنونت بسبب شك والرعاة تصفية المنديال بنظام الذهاب والأياب هذا ابرز ما جاء في صحيفة الاتحاد الاماراتية في ملحقها الرياضي لهذا اليوم نذهب إلى الصحيفة الأخيرة وهي صحيفة القبس الكويتية حيث عنونت كفاية أفلام بدت الأحلام لمن راوغ وموها بالأحداث ناد يضع لمساته الأخيرة للقاء البحرين وسلة اللابيض إلى المربع الذهبي في الخليجية وناديان يدخلان على خط معلول هذا أبرز ما جاء في صحيفة القبس الكويتية وأهم ما جاء في الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم بعدها ننتقل إلى الصحف العالمية والبداية سوف تكون من صحيفة لغازيتا سبورت حيث جاء فيها لوكاكو وكريستيان رونالدو وربما ستكون المواجهة المحتدمة بين البرتغال وبلجيكا خصوصا بعد تأهل الفريقين لهذه المباراة والفائز من هذه المباراة سيصطدم في إيطاليا هذا أبرز ما جاء في صحيفة لغازيتا سبورت الإيطالية نذهب إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة صن الإنجليزية وجاء فيها هذه الصورة لمنتخب القنطرة الذي سيواجه ألمانيا في هذه المباراة المرتقبة من دوري الستة عشر هذا أبرز ما جاء في صحيفة صن الإنجليزية وهذا العنوان الصادر لهذه الصحيفة نذهب إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة ليكب الفرنسية وجاء فيه بنزيمة هدفين ورونالدو هدفين وهذه المباراة التي انتهتها بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البرتغالي وجمعة النجمين بنزيمة وكريستيان رونالدو هذا أبرز ما جاء في صحيفة ليكب الفرنسية نذهب بعدها إلى حساب آخر وهو حساب المهاجم الإيراني السابق علي دائي والذي هنأ فيه كريستيان رونالدو بعد أن وصل إلى رقمه القياسي وعادل علي دائي بتسجيله 109 هدف وجاءت هذه التهنية من النجم الإيراني السابق علي دائي نذهب إلى حساب آخر وهو حساب موراتا وربما يندب حظه ربما بعد ركلة الجزاء التي أضاعها في المباراة السابقة وربما المستوى المتدني الذي ظهر به اللعب في الفترة الأخيرة من موراتا إلى حساب آخر إلى كريستيان رونالدو وجاء فيه يهني الفريق بمناسبة التأهل والمباراة الكبيرة التي ظهر بها المنتخب البرتغالي أمام المنتخب الفرنسي وبالتالي استطاع رونالدو أن يسجل هدفين ويحتل القمة ويصل إلى الرقم العالمي مع اللاعب علي دائي بمئة وتسعة أهداف نصل إلى الحساب الأخير وهو حساب جولكم أرابيك والذي جاء فيه بعد رحيله عن صفوف ريال مدريد سيرجو راموس يتلقى الاتصال الأول من باريس سان جرمان طرفان توصل إلى اتفاق المبدئي لكن لم تنتهي المفاوضات هذا أبرز ما جاء في هذا الحساب حول راموس ورحيله إلى باريس سان جرمان إذن أحبت المشاهدين هذه كانت نهاية الحلقة وللتذكير يمكنكم أن تشاهدوا البث المباشر لقناة العلاقية الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستجرام واليوتيوب الحلقة أنتهت نلتقكم إلى حلقات أخرى إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل إلي لفاق موسيقى 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 موسيقى